هذا في الرحبة اليهود كان واحد يهودي في طايري ويحل في فمه شوي نقوله احنا يستهزي بالعرب يستهزي بالمسلمين يستهزي بالمسلمين كان إنسان ماسو يفوت كل يوم صباحا يخدم في العوانة في العشاش ويجي ينظر من جهته ولد أحمد ويروح يفوت يسمع فيهم يتحدثوا على أن الأعرب بغبياء والعرب ما فيهم شي نقوله احنا ما فيهم شي الذكاء والمسلمين هذهم الواش ودينهم كذا والهم المهم يتحدثوا ويسيئوا ما لا بشي يفهم هذا كلمسو بشي يوقفه يتحده ويعلمه حدود الأدب حدود الأدب أنك ما تتكلمش في الناس وما تجبدش عرض الناس وحتى إذا كان مخالفك في الدين لازمك تعيش معاك كما نقوله احنا بصفاء وبنية طيبة والآخرة والناس يقول تخدم أرواحها والدين لله سبحانه وتعالى ورب أقول بشي حاسب الناس يوم القيامة ملا حبي علم هذا كان ذكي المسو هذا ذكي جدا جاء قال لأنت في الطائر قال لأي قال لأ عندك شي مئتين فطيرة وفي ذلك الوقت واتسوف مئتين فطيرة ما من بشي شريها مئتين فطيرة الاخر اليهودي ما وقلت لكم رمعدهم الطمع وعدهم الجشعة وحب المال يحبوا المال قال لأ ما عنديش الآخر الماسو نفس الشي كل يوم يفوت علي الصباح يقول لأ عندك شي مئتين فطيرة يقول لأ ما عنديش اليهودي خدمت لأ بعد ثلاثة أربع محاولات وكذا خدمت لأ في محقة أنه لازم يحضر له لهالعرفي هذا اللي يروا ويقول لها عندك شي مئتين فطيرة يحضر له مئتين فطيرة ناثا نقوله احنا قبل الأول على ثلاثة ولا ساعتين ونص وحضر عجين توريق الروحة وبدأ يطيب الفطير ويطيب يطيب ويحط يطيب يحط عدهم يلقاهم مئتين والأخرى بدأ يبيع فيها ووش يبيع في ذلك الوقت يا ربي ما يبيعش حتى خمسين فطيرة نظن لأن الناس مش يسر المجتمع يعني كان قليل المادة والناس كانت تعيش على التمر والقمح وما كانش يعني الأمور انت على الكماليات وما لا جافيت كحضر له الفطير وكذا دام عليه قال له عندك شئ فطيرة متين فطيرة قال له عندي قال له كم بعتها قص لي ايدي وقول العرب بغبية عاي